السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هناك عديد من الناس تشتكي من النوم لا ينام أنا سبقت ووضعت فيديو وقلت الكافيين الكافيين يعني الإنسان الذي ليس عندهم نوم جيد لا يجب أن يشرب المواد التي فيها الكافيين القهوة والشاي والمشروبات الغازية وبعد المأكولات التي فيها الكافيين التي هي تسبب للعقل تنشيط العقلي يوقع تنشيط عقلي في المنام يعني لما تريد أن تنام فأنت تنام ساعة وتستيقظ هذا يكون تنشيط عقلي في المأكولات التي تأكل وشيئا آخر يجب أن تنعس متوضع وذلك الذكر الذي قلته هو ذكر عظيم وهو لا إله إلا الله به نموت ونحية تقوله ثلاث مرات أقل الشيء وتنام ستنام بسلام الأسباب التي لا تجعل الإنسان ينام في السلام وينام في كوابس السبب الأول هو أن رأسك لا يكون متقبلا إلى القبلة مثلا القبلة في التجاه في هذا التجاه وسأنام في هذا التجاه فهنا سيوقع عليك هجمات من الشياطين إذا ننتهى لهذا التجاه لأن هذا التجاه هو الغرب وهذا التجاه هو الشرق الشمس يجب أن تنام عند شرق أين تشرق الشمس القبلة يجب أن ينام رأسك تجاه القبلة أعيد وأكرر إذا أردت أن تنام بسلام يجب أن تنام في تجاه القبلة رأسك في تجاه القبلة الشيء الثاني هو الوضوء أساسي التنام متوضع الأساسي هو أن يجب أن تنام وليس بطنك ممتلئ يعني المشكلة هناك بعض الناس يأتون إلى الحادي عشر ليلا أو العاشرة ليلا ويأكل يأكل يأكل يملأ بطنه وينام هذا لا ينام بسلام نستيقظ وهو مرهاق لأن جسمه الليل كله وهو يعمل لأن الجسم في الليل لماذا الله جعل النوم في الليل؟ لأن كي جسمنا يرتاح ليس كي جسمنا يعمل فيجب الأكل إذا أردت أن تأكل آخر ساعة للأكل يجب أن تكون السابعة مساء السابعة ليلا السابعة مساء هو آخر شيء تأكله أما بعد السابعة العاشرة أو التاسعة أو العاشرة أو النصف هذا ليس برنامج للنوم يجب أن تنام مبكرا ويجب أن تأكل مبكرا كي الجسدك يرتاح لا تكتل في شرب المشروبات مثل الماء مثل تأتي إلى التامين الليلة وانت تشرب الماء كثيرا وتنام هذا ليس قانون النوم قانون النوم يجب أن تشرب نصف كأس من الماء الماء تحتاج في الصباح وفي النهار في النهار يجب أن تشرب الماء كثيرا وتأكل كثيرا أما في المساء يجب أن نقص من الماء والمأكولات كي تنام بسلام وجسمك يرتاح يعني يحس براحة أما إذا ملأت جسمك بالمأكولات ومألت بالمشروبات ونمت فأنت لا تستطيع النوم لن تنام في سلام هذا كل شيء منكم الخير وإلى اللقاء من السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر